حكم مباراة الاهلي والهلال واسمحوا لي قبل ما اتكلم عن الحكم في نقطة نقطتين الحقيقة مهمين جدا عايز اتكلم فيهم مع عشقائنا مع عشقائنا مع الاصوات العقالة في الهلال السوداني يعني واحد انه الاهلي وده كان منطقي جدا وحتى من قبل طلب الاهلي بشكل رسمي ومن وقت ما تم الاعلان عن موعد مطشط المنتخبات الافريقية في تصفيات افريقيا كان تقريبا شبه مستحيل وكانت علامة استفهام بالنسبة للقائمين على الامور هل الاتحاد الافريقي بيشتغل في جزر منعزلة يعني هل الناس اللي بتشتغل على ترتيب موعد مباريات الاجندة الدولية واللقاءات الرسمية بين المنتخبات الافريقية في بطولة امم افريقيا بيشتغلوا في فوادي والناس اللي بتشتغل على بطولة الاندية بطولة دوري الابطال وبطولة الكنفدرالية بيشتغلوا في فوادي تاني هل دول اجندة ودول اجندة والاجندة الاتحاد الافريقي مفترض انها تكون واحدة عشان ما يكونش فيه تعارض زي ما حصل تعارض قبل كده مثلا مع مشاركة ممثل قارة أفريقيا بحجم بطولة كلاس العالم الأندية وقامت بطولة أمم أفريقيا في نفس التوقيت فيه تمام بتدفعه القارة بصرف النظر عنه كان الأهلي أو مش الأهلي يعني وبالتالي ما كانتش منطقي أبدا أن يبقى منتخب مصر بيلعب في ملاوي يوم 28 بيلعب في ملاوي يوم 28 يعني لعيبة لعيبة الأهلي ولعيبة كل الفرق اللي ممكن تكون بتشارك في أفريقيا على مستوى القارة كلها بيلعبوا يوم 28 يرجعوا بلدهم 29 عشان يلعبوا مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أفريقيا يوم 31 إزاي يعني 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 ما ينفعش مش طبيعي فطبيعي جدا 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 يتم تأجيل مباراة 24 ساعة و24 ساعة عموما يعني بالنسبة الفرقتين بحجم الأهلي المصري والهلال السوداني مش هتكون على مفارق يعني مش هتفرق في استعدادات الفرقتين للمباراة ومش هتفرق في عودة قائمة المصابين ومش هتكون لها أي تأثير فبلاش نخش نحرب طواحين الهواء ويريت نحافظ زي ما الأهلي كان حريص في مناسبات عديدة ومتكررة على حسن العلاقات وتغادى وغض البصر عن كتير من الأخطاء والإساءات اللي حدثت على المستويين الرسمي والجماهيري إنه إحنا يبقى فيه تبادل أو يعني نفس الحرص على حسن العلاقات ده واحد اتنين جماهير الهلال السوداني أهلا وسهلا بكم على صفحتنا إحنا متعودين على ده على فكر كبير أفريقيا في كل مواجهاته محليا كان أو قريا متعود على استقبال جماهير الفرق اللي بتنفسه ويا ما استقبلنا جماهير الوداد أحسن استقبال ويا ما استقبلنا جماهير الترجي وبشكل يعني مستمر باستقبل جماهير الزمالك على صفحتنا ما عندناش أي مشاكل في ده وفي النهاية حتى لو كان فيه تطاول من أي نوع ده شيء ما لا هيقلل من الأهلي ولا هيزوده يعني دي حاجة بتعبر عن ثقافة معينة عن بيئة معينة عن مستوى تربية معينة لا يسيقل لنا بأي حال من الأحوال لكن زي ما أنا بديك حقك كامل حقك في أنك أنت تنتمي وتشجع فريقك زي ما أنت عايز من حقي كمان وخد بالك هنا أنه المقارنة لما بتتقال ما بتبقاش هدفها الأهلي مش بسس غير فكر راسته جماهير الأهلي مش بسس غير فرقتها وأعتقد أنه كل الفرقة اللي بتنافس النادي الأهلي لو بزلوا ربع المجهود اللي بيبزلوا مع فرقينة النادي الأهلي بزلوا مع فرقهم فرقهم هتبقى في حتة تانية فنرجو أن المباراة أي أنكات نتيجتها ما تأثرش في النهاية فيه علاقات وفيه روابط تاريخية وفيه يعني علاقات كبيرة جدا بتجمع بين مصر والسودان الدولة والشعب المصري والشعب السوداني أعتقد علاقتهم كبيرة جدا أكبر بكتير جدا أتقاد